اشتركوا في القناة واستطاع معرفش ايه ان يفعل به ما فعل المعرفش فين كدو مش عارف هكي بتخيل الظلة دي كنت بعشاءها وانا وانا وطف اوكي بنلعب كودانجا كودانجا كاروكانجا ياه انيفس اللعب حقا غير الكاروكان اللعب جي سيكس واحضر احضر لدي فايف كده واحدة واحدة يلا دي فايف تعالى ماشي هذا الشكل اللي انا فاكرو ان هما بيسموه شلختر سلاف بس بصراحة افكار المكسب فيه تكاد تكون او مش يعني يمكن بقى يبقى الفكرة لها علاقة بكده وكده وكده وبتاع هنشوف لسه هصان في مربع منطقي الاسود ما عندوش اي مشاكل تماما الا انه خسرت دلوقتي امتياز الفلين والمفروض يبدأ يحضر لهذه الافكار ايوه الربطة اللذيذة نبدو كربطة كربطة قرقير جميلة لا مش مش جميلة ولا حاجة كوينسي سيفن أب خلاص خلاصة مش حاجة والان دعونا نبدأ في الدفع البيدقي روك اي تو ام اوكي ايه الاخبار ممكن ايه الاخبار برضو ممكن برضو ايه الاخبار بهذا الشكل بحيث لو اكل اكل يبقى الحصان يتشألب هو في ايه بجد مشي ماشي اسمح لي اكمل دفع بيدقي واذا زج علي البيدق اعود حاميا البيدق مهددا هذه القفزة بس في ايه بقد هو هيضحي هنا ولا ايه مستر كودانجا بيضحي النهاردة وبيعمل لنا لايك وبيشترك في القناة طيب ماشي ما اعملتش كده خلاص ماشي الله يسمحه ماشي يا باش الله يسمحه خلاص ماشي ماذا انا اشعر كده ان انا ارجع كده يقوم رابطني ويبقى عايز فيل في بيدق لو حتى حاملتي البيدق يكسر اكل ياكل البيدق اعمل كده يحمل فيه لا 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 انا مش مبسوط طيب المشكلة الاخرى انه لو عمل كده وانا مشيت رابطني فكت الربط اه مش فكت الربطة حاملتي البيدق الان بقى فيه two pieces lined up with this bishop قطعتين واقفين في وش الفيل والحياء لا تبدو خلاص ماشي اوكي كدانجا خد وقتك خد ربع ساعة يعني مفيش مانع انا هاشرب قهويت يابا واخد بالك وانت خد خد نص ساعة المهمة تتعلم حاجة جديدة خلي بالك خد انجا ايضا خد انجا خد انجا اخلص شغل اه انت فاهم ماشي حد يفكرني ان النقلة دي بلانضر عشان الحاجات دي اضطر اسحب الحصان واتكتف ولا انا مش عايز اتكتف انا سيبوني براحتي سيبوني براحتي الفكرة الجاية اعتقد لها علاقة بهذه النقلة اولا عشان حتى لو دفع البيضة يبقى فيه على السي ثري شفت حاجة دلوقتي دايقتني لو حتى عمل عملت كده وبعدين سي ثري مشي وبعدين مثلا لعب كده مثلا مثلا البدء ده مش بيتاخد باكله بيعمل كده في وشي وبعدين باكل الفيلو بيكسب مني مني فرق فرق ايه المطش كله تقريبا انها اتطرى غطي وبعد كده الحصان حصنيو اعوى اه لعنة الحسابات الكثيرة هذه لعنة نعم والله لعنة هذه نقلة عجيبة لانها تتحدى هذا الحصان واذا تحرك الحصان ياكل بالبيضة هات الفيل واذا تحركت ينتش البيضة اي جس ان انا محتاجة اعمل كده which is a blender in itself ليه يا عم بلندر ليه والله انا شايف ان دي اجمد نقلة في الموضوع تا دا this تا دا is the best اقولك ليه لو عملت كده هيحط الفيل كده ويبقى فيه تهديدين الاول انه يكشف علي حتى لو انا مشت ياكل عادي وبقت الرخ مطلوبة بالفيل اوكي حلو دا حلو جدا اوكي هل النقلة دي في مصلحته ما اعتقدش لانه سابمتياز الفيلين فانا هلعب الفكرة الريئة اسيب وياكل عادي اه بدأ يدفع البيدق رجل بيهاجمني في عقر داري ما رأيكم بهذه النقلات الان بوم حتى لو بدأت ببلاش قال له دا مش مهتم اطلاقا دا مش مدين احترامي خالص مهتم احترامي خالص اشتركوا في القناة 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 هذا اشتركوا في القناة ترخ هنا الكش دلوقتي بقت مجرمة صحيح اوكي طيب ايضا احد الافكار الان الوزيد ده لازم يفضل مكانه لازم ما يتشقاش وما يتحركش طيب هل ممكن هل ممكن ابدأ اضغط اوه اوه انا شفت بيدق في بيدق بيدق في بيدق فيل في بيدق ياكل رخف بالله طب روك اي سيكس عشان احمي وبالمرة اجوز يمكن اضغط بس انا مش قلبي مش مرتاح له وفي حاجة نفسي يوم اتنح له اتنح له ليه مش قادر افهمك مش قادر افهمك خالص يعني ما علاقة التناحة بان انت ايه ماشي الناس ماشي لعب الهجوم على الملك بمنتهى الشياكة الان رجل غير الفكرة حول الفكرة على الملك الان شكرا للمشاهده شكرا للمشاهده مش معقول بيدق في بيدق بيدق في بيدق في الف بيدق اكل رخ تاكل رخ تاكل رخ تاني تاكل ايه يا عم المعجنة اللي انت بتعجيني فيها دي ليه كده ليه كده ليه كده تصبر جميل هذا الحصان لا يشارك في المباراة اطلاقا بطريقة يعني ارفاني كما انحرمني من ان اضغط على البيادق يلا خلي كل حاجة تحمي بعضيها بس ما يبقاش الرخ متعلقة والرخ متعلقة كل حاجة تحمي بعضيها هو هيبدأ ينفذ هيبدأ ينفذ سنتبه لكم ان بقول تحمي بعضيها ايها؟ ماشي؟ اشتركوا في القناة بشع بشع ومجرم انا بخسر رجل دبيع جني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مش حصان هنا الاول لانه هتعرضني الرخ في بيدق ااكل رخ في بيدق تاني وفي ضرب ثلاثي على الجي سيكس فلابد ان احمل اي سيكس اولا وعودة الحصان ستقطع الصلاة بين الرخ والبيدق بدأ كودانجا لقد اظهرت يا كودانجا ان قدرات الدفاعية ليست بخير خدرات الدفاعية يا كودانجا تعاني الامرين امامك تحليل هذه المباراة سينجم عن الخير الكثير يا رب يحضر لدي والدي عشان يدفع البيدق وقم انا دلوقتي مستغل الفرصة وسحب الحصان وحطه هنا ومزاجي يبقى فوق الشوق كودانجا وقته بيجري نزل تحت الدقيقة ولا انت عندي فصل لا ما اصلي ده سيناريو مشهور بس الحمد لله لأ هو عادة بيجيب لي لو عندي مشكلة اعمل ريفريش كده طيب والحاجات طيب الحياة حلوة عندي الحمد لله لعبها على اي حال هاته هات الوزير دلوقتي هيعمل ايه بقى مشي الان ماذا يهدد كودانجا اعتقد ان النقلة دي ممتازة عايزة دي وينسحب اوكي رخ البيدق اوكي كسبنا فرق بداية كودانجا كودانجا هو انت عندك فصل او الانجين فصل متفاهمون يا جدعان في ايه طيب اوكي 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 ومissors اوكي اوكي ازاي يعني ولما يأكل بالبيدأ امشي كده ولما يأخذ البيدأ اكل انا هنا اوكاي نايت دي سبن كان عنده نايت جي فور لكنه اكل اكلت وجبت الرخ الاخيرة ايه الجمال ده جدعان انا حاس ان انا عامل دقة فضيعة وبدأ يدفع البيدأ بدأ يزعلني اول هجوم بدأ يكون مرعب بالنسبالي النقلة دي وحشة الانجين بيقولي الاول غطي المربعات السوداء او كوين دي ايت انما هنا بعد بيدأ في بيدأ بيدأ في بيدأ دفع البيدأ بيدأ في بيدأ في بيدأ انا بعبت كوين اي سبن تاني احسن نقلة طب عندي سؤال لو بدل دي لعبت كوين اي سبن وهو دفع البيدأ اه كوين ايتش فور يعني عايز يجيب الوزير يحل المشكلة بسرعة طب بعد ما ياكل ياكل يخرب عقلك يستوك فشة يخرب عقلك يستوك كرشة ديب الانضر ديب الانضر لي قالك عشان بيشي بتيكس روك تيكس اتشيك امشي و روك بي تو عايز يديني مات في الصف الخلفي لازم ارجع روك بي سيفن لازم ارجع هات الوزير او ماي جاد او ماي جاد الحمد لله بدأ في بدأ بدأ في بدأ و دي طلعت فيستك كوين اف سيكس بستموف دفع البيدأ اكلت رجع نايت باك تي دي سيكس وبعدين اكلت وبعدين قفزت صباح الفل انا عامل دقة 94% بس بالتحليل الرجل ما كانش يعني بيلعب بديله ما عرفش بقى ايه اللي حصلت زنق حد يكلمه يعني الحياة مليئة بال بس بصراحة النقلة دي صعبة يعني او السيكوينس اوف موفز او ترتيبة النقلات اللي الانجين جابها والتي تبدأ ب اتشي سيكس تمشي ياكل ياكل هات الفايل المفتوح هات الفايل المفتوح اه too much كتير على اعصابي اوكي اتمنى تكونوا ببسطتوا واستمتعتوا واستفدتوا ان شاء الله واشوفكوا على خير والسلامة اما انت عملت لايك واشتركتوا متشكر متشكر يا عزيزي اشوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة